إذن بعد الملاحة ميليشيات الحوثي تهدد الاتصالات العالمية حيث أعلنت شركة الاتصالات الدولية سيكم عن خلل في نظام كابلات الإنترنت في البحر الأحمر الشركة الدولية قالت أن بنيتها التحتية في البحر الأحمر شهدت اضطراباً أثر على نظام الكابلات في أفريقيا مشير إلى أن الخلل وقع بمنطقة قريبة من المكان الذي ينشط فيه الحوثيون وقالت سيكم أن جزءاً من نظام الكابلات الخاص بها في شرق إفريقيا الذي يمر عبر البحر الأحمر توقف عن العمل بشكل كامل نهاية الأسبوع الماضي خلل أثر بحسب الشركة على تدفق المعلومات بين إفريقيا وأوروبا في الوقت الذي لم تستطع الشبكة معرفة السبب الرئيسي وراء الاتراب في حين أكدت أنها تعمل على تقييم والبحث عن أسبابها وأشارت الشركة إلى أن موقع خرق الكابل مهم بسبب الحساسية الجيوسياسية والتوترات المستمرة في المنطقة ما يجعله بيئة صعبة لعمليات الصيانة إلى جانب أنه أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم ويأتي التحذير من انقطاع اتصالات بعد أسابيع فقط على تهديدات ميليشيات الحوثي بتخريب كابلات الإنترنت الغربية في البحر الأحمر علماً أن البحر الأحمر يحتوي أيضاً على كاب أكبر الكابلات البحرية العابرة للقارة في العالم ترجمة نانسي قنقر